ولسه البيت الكبير مستمر ولكن فقرة خطة أحمر في البيت الكبير مع زميلي فارس وأسامة اللي برحب بيهم في الأول أهلا بيك يا فارس أهلا بيك أسامة أهلا بيك يا سهام أهلا بيك يا كابتن هاني مسائل خير عليكم أهلا بمدرب المنقذ اللي يمكن مظلوم بسبب فكرة أنه هو منقذ على مدار السين للنادي لأهلي كابتن فاتح مبروك وحابب أقول حاجة مبارح كنت مصارج على البيت الكبير في البداية الفقرة اللي انتو عملتوها بتاعة الصحافة والأخبار اللي كانت على مسيماني أبعدها وليه طلع في الوقت ده وطريق ردوكو لكن المحتوى ده احنا معنيين بالدفاع النادي لأهلي فكنا عسينه جدا وعجبتني الكلمة اللي انت قلتيها أن النادي لأهلي قناته درع وسيف ففعلا كانت فقرة موفقة جدا أنا سعيد بها وأنا بتفرج وأتمنى نفضل دايما كمان نلقو الدوق على الصحافة من الجانب ده الحمد لله الحمد لله احنا اللي بنشكركم جدا نشكركم جدا وانتو كمان جزء من الدفاع وانتو الصيف وجمهور النادي الأول وجمهور النادي هو رقم واحد هتوقعيني في المكمل ليه هتوقعيني في الجمهور الجمهور عارفة ما أنا بحباة لا هو عشان كابتن هاني كابتن هاني دايما كان بلعب ليبرو فدايما هو يكون هو الدرع هو ده الكلام هو ده الكلام كابتن فاتح هو ده الكلام طبعا نعتبر احنا الاسترايكر لو كابتن هاني يسمح يعني لا ده انت راس حربة على مستوى عالي جدا حبيب يا كابتن هاني اهلا بك يا سيام وطبعا اهلا بالكابتن فاتح مبروك طبعا اهلا بك اهلا بك يا اسامة بس اهلا بك يا اسامة هو ده البيت برضو ولا ايه هو ده ايه مش شيء كويس بيش 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 طيب فكرة مميزة ان شاء الله مع خط أحمر نستمتع بيها ونشوفكم ان شاء الله بكرة في نفس المعاد من عشر الواحدة في البيت الكبير ان شاء الله وطبعا يعني انتظرونا بعد الفاصل باذن الله حلقة مختلفة تماما من الاهل خط أحمر معنا لكم وبداية فقرة الاهل خط أحمر معنا النهاردة محتوى دسم جدا اهلا بك يا اسامة واهلا بكل جمهور اهلا بك يا فارس واهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان ان شاء الله تستمتعوا بحلقة مختلفة جدا وطبعا زي ما احنا عارفين يا فارس خلاص كنا دايما بقالنا اسبوعين بنقول له صوتي على فوق صوت النهائي لا لا ما بتشائل لو قلته اتنين وسبعين ساعة اتنين وسبعين ساعة ان شاء الله بإذن الله النهائي ده يكون من نصيب النادي الاهلي ساعات الحسم الجمهور كله عنده ثقة فريقه وعشان كده ما فيش بداية أفضل من جمهور جمهور النادي الاهلي بيدي دروس جمهور النادي الاهلي بيثبت ان فعلا السوشيال ميديا في النادي الاهلي لها تأثيرها مدربين كتير جدا اشتغلوا في فرق عربية وافريقية او حتى عالمية انا عايز اسجل ان الاول مرة في حياتي اشوف هاشتاج باسم مدرب بيوصل لمليون تغريدة بيتخطى المليون انا اول مرة اشوفها واتحدى ان يكون في حد حصل معاك كده بيتسو موسماني اهلا بيك في النادي الاهلي قلعة الملايين الجمهور ده اعتقد الرسالة وصلت لك وهو بيتصدر في الترند داخل مصر ومن ضمن الترند على مستوى العالم كان بينافس الخامس الخامس وده الترند ناين ستار موسماني النجمة التاسعة اعتقد لما تشوف رقم زي ده تعرف ان انت قدام معادلة صعبة من نوحة ومش موجودة في اي جمهور تاني اوسان بالتأكيد فارس واكيد برضو ده معناه ثقة كبيرة جدا في مدير فني اذا كان فارس بيتكلم ان ما شافش الكلام ده مع اي مدير فني الحقيقة كمان لو شفنا الفترة الوجيزة اللي تولى فيها القيادة الفنية بيتسو موسماني يعني حوالي 6 مطشاط او 7 مطشاط بالكتير ويحصل على الثقة دي من جمهور النادي الاهلي اعتقد احنا ما شفناهاش من وقت منول جوزيه فبعد 21 يوم تقريبا من طريق تعيينه بيوصل لمليونية على تويتر ومش كده وبس انت ممكن تعمل المليونية مرة لكن كمان تاني يوم تعمل نفس المليونية ده رقم صعب جدا لكن مفيش حاجة بتبقى صعبة على جمهور النادي الاهلي اللي برضو تاني يوم بالضبط عملت مليونية اخرى رسالة لعيبة النادي الاهلي وتكريم لشهداء النادي الاهلي وطلبت بالتسعة لتكريم ال74 برضو بتتخطى المليون وبرضو بتتصدر هاشتاج بتتصدر تويتر لتاني يوم على التوالي فلما تحب تعمل مليونية عليك وعلى جماهير النادي الاهلي جماهير دايما عارفة امتى يا فارس تكون في وقت الصعب تكون دايما دعم الفرقتها وامتى بيشيل فرقتها واللي بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي اخر هو جماهير النادي الاهلي 21 يوم النادي الاهلي ترند مختلف كل يوم لاعب وكل يوم عضب والنادي الاهلي جمهوره بيدي رسالة للجميع داخل الفريق لازم نحقق البطولة بفضل الله لأن احنا فعلا تهبنا ومستنين لحظة التتويج ونبدأ بقى أولى فقراتنا بعين تاني ورجعنا لكم وبدأت فقراتنا ولأننا بنشوف كل حاجة بعين تانية معنا النهاردة أمور شفناها بعين تاني أولها جدول الدوري اللي تم الإعلان عنه لإدارة جديدة بيتولى رئاسة لجنة المسابقات أستاذ مازل مرزوق نتمنى يكون في انتظام ونتمنى يا أسامة نشوف الدوري بشكل مختلف عن المواسم السابقة من حيث بقى التأجيلات وكل المشاكل اللي كانت بتحصل نتجنبها بداية النادي الأهلي على الأقل المواجهات اللي أربعة الأولى اللي أنا شايفها نسبيا جيدة جدا المقصة غزل المحل الصاعد الاتحاد السكندري الجولة الرابعة عندنا الزمالك وحسنا فعله أن أخيرا يا أسامة مباراة النادي الأهلي وزمالك ما بتتحطش في معاد محدد يكون في آخر الدور الأول أو في آخر الدور الثاني لأنها حرفيا كانت بطاقة المتعة البطولة وبالنسبة لي كنت بحس أن احنا بنعمل حاجة مش موجودة على مستوى العالمي أسامة هو الحقيقة فارس يعني ده مش ده أو الموسم يحسب لللجنة الخمسائية ده الموسم التاني على التوالي وتقريبا احنا كنا بنتكلم عن فكرة الأسبوع الأخير نقلوها المرة دي الأسبوع الرابع تاني مرة على التوالي بس نتمنى في هذه المرة أن المباراة يعني لا تؤجل لأي سبب من الأسباب طبعا عندنا بعد كده من الجولة التسعة تقريبا مواجهات صعبة جدا لكن إن شاء الله نادي الأهلي حريص كل الحرص أنه دايما بيدخل بطولة الدوري وهو عينه على لقب البطولة لأنها البطولة المحببة لجماهير النادي الأهلي لكن مش بس كان جدول الدوري اللي تم إعلانه أيضا شعار يعني لقى كثير من الجدل على السوشيال ميديا شعار الدوري المصري حابين نقول أن الفكرة كانت كويسة جدا أن أنت الدوري بتاعك يكون ليه لوجو أو له شعار زي الدوريات العالمية ولكن الحقيقة يعني كان لو استعرضنا الشعار كان فيه بعض التعليقات كتيرة جدا على الوسائل التواصل الاجتماعي من فكرة آه أنت بتربط فيه شبه طبعا من دوريات أخرى ولكن حتى فكرة لو أنت بتستخدم أبو الهول يعني كان ليه الحزن يعني ليه الحزن نوم ده راجل متغاضي عن أي حاجة بتحسن في الدور راجل مغمض عينيه وإحنا عايزين دايما يعني تبقى العين مفتاحة تماما من كل المسؤولين عن كرة القدم وبالتالي يعني كان مفروض من وجهة نظرنا صبعا أو من وجهة نظري أعتقد فارس بيتطفق معايا أن اللوجو يعني كان فيه بعض الكلام كتير عن وسائل التواصل الاجتماعي لكن في النهاية خطوة موفقة يا فارس لا مش موفقة لا مش اللوجو الخطوة موفقة الفكرة أن أنت خلاص بتعمل للدوري شعار وده مهم جدا ولكن يعني ناس كتير قالت لو كنت طرحت ده على وسائل التواصل الاجتماعي وتلقيت رسائل من عندنا ناس شباب زي الفول والله أحمد شوفت تصميمات مبهرة بالظبط تصميمات مبهرة كان المفروض ده اللي يحصل بص يا أحمد أنا مبارح دخلوا علي لقوني قال باللوجو كده عارف عدل الإمام لما كان بيشوف اللوحة ونفسي أفهم هو إيه المطلوب يعني تحسه صاعد إلى السماء لا خاصة كمان في حاجة هو أصلا ملوش علاقة بلوجو الاتحاد المصري لقرة القدم ده بقى مهم الألوان الأساسية يا أحمد حتى الألوان الأساسية للشعارة للاتحاد المصري مش شرط أن انت تقلد الفكرة ولكن زي ما احنا شايفين يا أحمد كان عندك تعقيبة على فكرة بالظبط لما نقول لك يعني بعيد خالص كل البعد عن اللوجو بتاع الاتحاد المصري لقرة القدم يعني حتى لو فيه محاولة للتقليد وما فيش مشكلة حتى لو فيه محاولة للتقليد ولكن يعني لازم يكون بطريقة نحنا وبتمصير نحنا فكرة الفرعون الموف الحزين دي حاجة غريبة اه بالضبط احنا انا حسيت الموضوع مستوحة من فكرة بس ما جاتش صح يعني قلشت شوية نشوف شعار البرامير ليج الدوري الانجليزي ولو لاحظنا مش شرط ان الالوان تكون هي هي ولكن فكرة الاسد الموجودة على الشعار فكرة الالوان تقريبا نفس النصق حتى لو مش نفس اللون على عكس تماما الاتحاد المصري اللي حتى فكرة الهوية بتاعة العلم المصري بالوانه الاساسية لو رحنا الاغلب الدوريات هنلاقي فيها جزء من العلم الخاص بالدولة على عكس التصميم ده اللي فيه حاجات كتيرة جدا غريبة وفيها تقاضي ان الفكرة زي ما اسامة قال فكرة جيدة بس ما كانتش الافضل في التنفيذ اطلاقا ده طبعا زي ما قلنا شايفين تاني بيتعار التاني لكن بقى عندنا موضوع تاني يا فارس غير طبعا موضوع اللوجو والحقيقة طبعا احنا بنشكر اللجنة الخمسانية فقرت في اللوجو ده قابل لتغيير في وقت ما ولكن عندنا قضية كانت قضية الساعة فترات طويلة جدا اتكلمنا عنها وهي فكرة احمد احمد انا عايز اقول ان احنا في البرنامج ده تحديدا كان لنا مواقف قوية جدا مع فكرة ما يحدث تحديدا في الكاف خاصة في عهد احمد احمد وتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا واخطاء كانت يعني الكل كان اجمع عليها وكان شايفة وتحديدا في نهايات مباريات بشكل مختلف جدا وازمة الوداد والتراجي عقبنا بما فيه الكفاية عن موضوع عهد احمد احمد ولكن لجنة الاخلاقيات في الفيفا بتصدر قرار من وجهة نظري هو قرار مش بس براءة عمر مصطفى مراد فاهمي ولكن هو قرار لفكرة ان كل انسان شريف لازم يكون مع القرار ده لان بالفعل كان فيه مورسات غير طبعية بتتم في الكاف وبالتالي زي ما هرقكم شايفين على الشاشة لجنة الاخلاقيات بالفيفا بتوقف احمد احمد عن ممارسة جميع الانشطة المتعلقة بكرة القدم سواء الادارية او الرياضية وغيرها على المستوى الوطني والدولي لمدة خمس سنوات يعني نقدر نقول خلاص موضوع احمد احمد انتهى ونستعد لما هو قادم ولكن المؤلق في الموضوع ان احمد احمد كان رئيس الكاف ولكن في لجان موجودة وطبعا سيستم معروف فلازم يكون حرصنا كل الحرص لو عايزين نصلح اي فساد فلازم برضو نركز مع اللجان وانا اخشى ما اخشى لان طبعا المرحوم عمرو مصطفى مراد فاهمي هو تربيت النادي الاهلي طالح حتى من مدرج النادي الاهلي فأتمنى يا فارس ما يكونش فيه اي عواقب كنوع من انواع ايه رد على النادي الاهلي في مباراة النهائي لان ده التخوف انا بالنسبة لي وصليني ساحمد اعتقد احنا اتكلمنا في النقطة دي اتناقشنا فيها حتى قبل الهوى فكرة اللجان زي ما انتقول الاتحاد سياسيات مش اشخاص اكيد الاشخاص اللي بيديروا الاتحادات بيكون لهم تأثير لانه هما اللي بيوجهوا السياسات بس في النهاية ازا تخلصت من احد مش معنى كده ان احنا عندنا تحفظ على اللجان اكيد في تحفظ بنقوله في وقته انما عندنا مخاوف اعرضنا المخاوف دي زي محمد قال بس بالنسبة بقى للشخص اللي كان هو اللي رمى الحجر في الماء الراق عمر مصطفى فاهمي اللي في القلب ليه حرارة لا تبرد بعد رحيله يمكن القرار ده هو اللي كان خلى الموضوع شوية اهدأ وهيز اقول حاجة ريت الناس تراجع التوقيتات فيما يخص الاجتماعات التي وجهها عمر فاهمي فيما تخص الشركات الرعية فيما يخص شركات الملابس فيما يخص حتى بداية الملف نفسه كل دول يا احمد كنا جزء هنا بنتكلم في كل مرة عن عمر فاهمي عمل كذا في وقت كان كتير جدا ما بيتكلمش ولو راجعنا البرنامج ده هنلاقي المقاطع اللي اصار فيها القضية دي كانت كتير جدا لان احنا كنا فعلا شايفين ان في حد بيغير حاجة بشكل استثنائي بس انا عايز اقول لك حاجة يعني انت لو جيت تبص فيه اشياء قدرية كتيرة جدا يعني تقريبا وفاة عمر مصطفى مرات فاهمي كانت 23 فبراير بالزبط بعد 9 شهور 274 ليلة في مجبره او في تربطه رجاله حقه ومش بس حقه لأ حقه كمان لوالده والده الرباة تربية كويسة جدا هو هيشيد بيها ونتابع الكلام ده في حوارنا ولكن والده ايضا اتعرض اشعاعات كتيرة جدا واتهمات كتيرة جدا لمجرد ارتباط اسمه في النادي الاهلي فاعتقد فارس براية عمر مصطفى مرات فاهمي براية النادي الاهلي كمان من الموضوع ده ممكن احمد الاغلبية شايفة اللي احنا شايفينه والناس كلها حاسة ان عمر فاهمي اخيرا اخيرا نقدر نقول ان هو ينام مرتاح لان هو حقه اللي هو كان عايزه بعد رحيله بس في حد دايما بيشوف الامور بعين تانية بس احيانا العين التانية دي بتكون عين فيها جزء انا مش عايز اقول من السودوية ولكن فيها جزء من عدم العدالة في عرض الموقف فيها جزء من التجني فيها جزء في اللحظة اللي لازم كلنا نسقف للشخص هو بيشوفه بعين تانية تعالوا نشوف العين بتاعت كابتن خالد الغندور شافة الراحل عمر مصطفى مرات فاهمي ازاي عمر مصطفى مرات فاهمي قال ان احمد احمد فاسد قال هذا الكلام قبل وفاته بشهور ولكن عمر قال هذا الكلام بعد اقالته من منصبه وتعيين رجل مغربي مكان عمر مصطفى مرات فاهمي فاكرين اذا اللي انا عايز اوصل له يا جماعة ربنا يرحم عمر يا رب عايز اوصل ايه ان يا جماعة اللي بيحصل ده بيبقى توقيته توقيت انتخابات ومناصب انتخابات ومناصب واللي انا عايز اقوله لو انا شفت بني ادم فاسد وبتعامل مع بني ادم فاسد لازم اقول انه هو فاسد لا انتظر انه هو ياخد قرار ضدي او اي حاجة لازم اقول انه هو فاسد حتى لو انا بشتغل معاه وحتى لو انا في المطبخ دي لعين الكابتن خالد الغندور شاف بيها الراحل عمر مصطفى فاهمي في لحظة خاصة جدا فيما يخص التوقيت او ان الموضوع والاتهامات اللي وجهت لرئيس الكاف كانت بعد اقالة عمر فاهمي حيكون لنا واقفة مع اسامة معاه بس انا حابب اتكلم في نقطتين اثرهم فكرة المبدأ ان لو انت عندك مشكلة ما حد ما تستناش تخرج عشان تقولها اعتقد مش عمر مصطفى فاهمي ابدا اللي كان بيغير مبادئه واللي كان بيغير علاقته باشخاص على حسب ما كان تواجده انت عارف كويس مين اللي كان بيعمل كده ده رقم واحد الرقم التاني لو انت بتتكلم في موضوعية اللي بيتقال ان اتهامات عمر مصطفى فاهمي من رأيك ما كانتش موضوعية لان كان وراها غرض اللي هو خروجه من الكاف حابب اقولك ان انت نفس الشخص اللي استشهدت من ايام بعمر مصطفى فاهمي ورأيه في الحكم اللي انت كنت متخوف انه هو يتعايل لفريقك واعتقد ان كان برضو الكلام من سلسلة كشف فسادك كتير اللي كان بيتكلم فيه عمر مصطفى فاهمي كان الاولى انك تشوف ان الكلام ده كان طالع برضو لغرض ان عمر خرج من الاتحاد فبيهاجم بكلام مش موضوعي لا انت استشهدت بيه ورفعت كلام وعارف ليه لان جواك حاجة مخليك واسق ان عمر عاش ومات صاحب قضية مش اي حد يعرف يفهم يكون صاحب قضية ازاي وعشان كده ازا فارس يعني دايما بنقول يعني كان بيننا احياء وهم كالاموات وعمر مصطفى مراد فاهمي ازا كان توفاه الله ولكن سرته دايما هتكون حية بيننا والحية يعني انا مش عايز ناخد الموضوع لسكة البعر يتذكر يعني او يتكلم ان احنا بنتكلم كابتن خلق اندور فوقدنا اهلي وزمالك لان الحقيقة فيه اعلاميين زمالكوية كتير جدا اشادوا بعمر مصطفى مراد فاهمي والحقيقة انا قلت الموقف اصلا ده هو موقف لكل يعني حد نفسه يقضي بالفعل على الفساد مش بيردد شعرات ان احنا عاوزين عدالة وشعرات قضاء على الفساد وهو لو استفاد من الفساد ده فاهلا بالفساد هو ده المهم جدا في القضايا يمكن حتى بعض الاعلاميين يعني مثلا الكابتن احمر حسام ميدو اشادنا به هنا قبل كده وانتقدناه برضو قبل كده لان الموضوع حسب الموقف وحسب الرأي واحنا ما عندناش علاقات شخصية او عداءات شخصية او حتى اختلافات مع الشخص احنا مع رأيه دايما كان له رأي عن عمر مصطفى مراد فامي في 2017 وشايف ان السبب تعيينه والده المهندس مصطفى مراد فامي ثم في 2018 كان داعم لفكرة احمد احمد وبيقول انه ادمعاه ضد الفساد ولكن بالامس عمل جزء كويس جدا عن عمر مصطفى مراد فامي واشاد بعمر مصطفى مراد فامي وانه كان عنده حماس شديد جدا للقضاء على الفساد والجميل كمان ان عمر مصطفى مراد فامي خلى القضية مش اهله زمالك بدليل نوة استعان بميده وكمان استعان بزميل اعلامي برضو اتكلم عن الموضوع ده بشكل مهم جدا ويوضح لكابتن خالي الغندور ان الشكوى اللي صدرت من عمر مصطفى مراد فامي اللي توفى وهو عمره 37 عام كان وهو بيقبض الاف الدولارات من الاتحاد الافريقي ولكن رفض ان هو يقبض فلوس في الزل وجود فساد فتعالوا نشوفوا اعلامي اخر بيتكلم عن قضية عمر مصطفى مراد فامي وتحديدا في توقيت الشكوى ليه بقى بنحكي الكلام ده يوم الخميس اللي جاي سيحدث هذا الصدام بين المصري عمر فامي الامين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم والملجاشي احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسيقوم عمر فامي بتقديم هذه المستندات امام المكتب التنفيذي في وجود احمد ليقول انه هذه المستندات بها شبه التلاعب انا لم اوقع عليها ولم اقبلها على الجانب الاخر احمد سيقوم في نفس الجلسة يوم الخميس اللي جاي ويقول انه عايز يعمل تغيير انه مثلا معاد حجي المغربي اللي هو يعتبر دلوقتي نائب عمر هو اللي يتولى المنصب وهيتم تغيير الادارات وبمجيبها اذا صوت الحضور سيرحى العمر عن المنصب يوم الخميس والجمعة بعد هذه الجلسات العنيفة ربما لن يستمر السنائي ربما ربما لم يستمر السنائي وربما يستمر احدهم وطبعا رئيس كاف وسكرتير معروف مين اللي يستمر انا هنا حابب اشيد بالزميل هاني هتحوت لان هو ده الاعلامي وهو ده المهنية والموضوعية في الامر اكون انا عارف المعلومة كويس اوي فبالتالي هكون رأي محترم ورأي نازيه ورأي سليم لكن لما انا يكون مش عندي المعلومة هطلع اقول ان عمرو مصطفى مراد فاهمي بعد ما ساب الكاف فراح بشكل انتقامي يعمل شكوى ضد رئيس الكاف طب هنا وارد جدا وطبعا بنحترم الزميل هاني هتحوت لكن وارد البعض يقول لك ما هو زميل مصري وهو اشاد بعمرو مصطفى مراد فاهمي وكان في الجلسة اللي جامعت ميده بعمرو مصطفى مراد فاهمي الزميل هاني هتحوت لا كمان هنروح لوكالات اجنبية وكالة رويترز اللي اعلنت عن التوقيت بتاع شكوى عمرو مصطفى مراد فاهمي اللي تم اقلته في ابريل 2019 نستعرض صورة خبر رويترز على الشاشة وتقرى بالضبط الجزء بتاع التي ارسلها اللي هو البراجراف الثاني التي ارسلها فاهمي في 31 مارس الى لجنة تحقيقات في الفيفا واطلعت عليها رويترز هنا مهم جدا ان انت كمان مطلع على الوثيقة فبتنشر بتتهم احمد احمد بيصدار اوامر لامينه العام بدفى رشاوة 20 الف دولار وتكلم عن كل قضايا الفساد اللي تكلم عنها احمد احمد ده في 31 مارس يعني الراجل بوضوح جدا وهو سكرتير عام الاتحاد الافريقي منصب يتمناه اي شاب في سنه ومع ذلك رفض وجود فساد لانه متربي صح يا فرس متربي صح يا احمد وعارف قضيته وكمان المهم ان ناس فيه بتربط بتقول احمد احمد اقل اسباب اخرى قضيتين اساسيين القضية الخاصة باسناد قبل بطولة امم افريقيا المحلين عشان فيه ناس ما تبعدش القضية من ايام عمر فهمي كانت الفكرة ان تم اسناد عقد لشركة جديدة لتوريد ادوات رياضية بما يقرب من مليون دولار مع ان العقد السابق اللي مع شركة تانية كان بـ 250 الف دولار القضية دي كانت من القضايا الرئيسية اللي ثبت اتهام احمد احمد فيها وكمان اعطاء نوع من انواع الهدايا لاتحادات هي دي الفكرة انك بتتكلم بمستندات وصح وزي ما شفنا رسالة للصحفيين والتقطاع الصحفية برضو فكرة المصادر قالك اطلعنا على الوسائق فلازم نتحرد دقة بس اعتقد ممكن الناس تسأل طيب كابتن خالد الغندور بيسأل دلوقتي ممكن يكونش يعرف ما طلعش السبب انه هو لما اقيل اخد موقف بس بيسأل برضو اخد الموقف ليه هنعرفك اخد الموقف ليه لما نطلع ونسمع عمر مصطفى فهم قالك اسا عبد وانا عينك لو اتعاد على الكمبيوتر وتعاد بتشتكي على الانترنت ربنا قالك ربنا زي ما قولك قالك اسا عبد وانا عينك لازم بتعمل ما كله تقدر عليه وتدعي وربنا بعمل لي فيه الخير لازم تقتنع ان انت اتقامل انت الصح ما تبقاش بتعمل حاجة عشان هتوصل لحاجة انت بتعمل واللي بيحصل يحصل انا الحمد لله انا متربدي على كده الصحة صحة والغلط غلط وانتريد اجمع الغلط وما يقفتش انا ما فيش سكرتير عام في التاريخ سواء في التحاد الافيكة وفي الاتحاد او اي تحاد انا هو سكرتير عام في اي تحاد قري هي من اللي انا عملته انا لن اسمح ان المراتة بتاعي كان كبير الحمد لله لن اسمح ان الفلوس توكني لن اسمح ان انا بفاسل زي زي دا حوالي انا كان اهتمامي بالوظيفة ان تنظيف وتحسين وتكبير الكرة الافريكية في جميع المسابقات وده اللي على اساسه قبلت الشغل تربية المستغني تربية عمرو مصطفى فهمي اللي عمرو قال ما حسمح ان فساد يحصل وانا موجود عشان انا مش مستني حاجة ومعنديش حسابات يا كابتن خالد يا تايش احمد احمد يا تموت عمرو مصطفى فهمي رحمة الله على عمرو مصطفى مرات فهمي والحقيقة يعني كان عندنا كمان تعقيب من الوزير السابق المهندس خالد عبدالعزيز وكان بيوجه الرسالة لوالد ووالدة عمرو مصطفى مرات فهمي تأكيدا على فكرة التربية وتحديدا في اليوم ده اليوم اللي ترد فيه اعتباره وترد فيه حقه حتى وهو ميت لذلك دايما بينقول في ناس هتعيش احياء ما بيننا وهم اموات وناس هتعيش اموات وسطينا وهم احياء هي دي الرسالة اللي نقدر نطلع بيها من عمر مصطفى مراد فاهمي ابن مصطفى مراد فاهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي ابن مراد فاهمي سكرتير عام أيضا الاتحاد الأفريقي أعتقد لهو ولا والده ولا جده يقبلوا فساد وبالتالي هم نمازج مشرفة وبنشرف بيها دي كانت قضية عمر مصطفى مراد فاهمي ولكن عندنا قضية أخرى وموضوع آخر عن فكرة نبز التعصب والحقيقة فكرة كمان الحديث عن الجماهير والمعلومات لما بتكون مش صحيحة نطلع نشوف الفيديو للزميل الأستاذ سيف زاهر ونرجع نعنقل دي رسالة بس لكل حد ممكن يطلع يقولي أصل كنت جايبين صحفيين فسألت الصحفيين يعني جمهور الأهلي أكبر ولا جمهور الزمالك ما هو حضرتك اللي حكالك لأنك لا يمكن تكون تفرق اللي حكالك ما قالكش إن إحنا عمرنا ببنصديف حاجة اسمها صحفيين إحنا ببنصديف اتنين نقاط رياضيين أو صحفيين ولهم كل احترام واحد زمالكا وواحد أهلاوي فالسؤال بيترد عليه من الجانب الزمالكاوي والسؤال بيترد عليه من الجانب الأهلاوي ودي كلها لغة أرقام قابلة للحديث ملهاش دعوة بأي أعتقد دي مش لغة أرقام يا أساس سيف وأعتقد أنت عارف كويس أو شعبية أي نادي في مصر هي الأعلى وتحديدا لما هنجيب لك الشعبية من خلال نفس القناة بالزبط وهي بتستعرض استفتاءات لكن مهم جدا يا كابتن سيف أكيد أنت عارف أن توجيه السؤال يلزمه أيضا من الأعلامي أنه هو لو فيه خروج عن النص أو كلام مش مألوف أو كلام ممكن يستفز بعض الجماهير فأنا هنا أقول ستوب لأنه لو بيتكلم أرقام فقط لغير وبيقول أهلي أو زمالك فقط لغير ده أعلى أو ده أعلى فهنا خلاص دخلت وجهة نظر لكن يا فارس لما يروح وينعت أو يصف جماهير النهر الأهلي بصفة صعبة شوية أعتقد كان لازم وقف هو الجمهور ممكن يعني ما يبقاش لحد دلوقتي وصل فين المشكلة إن كابتن سيف زاير بيقول إن هو جاب ضيف تتكلم بس لو أنت سمعت كلام الضيف كان إيه هتعرف إن كان فيه مشكلة كبيرة قوي نطلع ونسمع أستاذ عمر الدرديري مع كابتن سيف زاير كان بيقولي جمهور الأهلي قد جمهور الزمالك لكن الفكرة في إيه إن 90% من اللي بيانتم ويقول لك أنا أهلاوي بيبقى مالهوش أصلا في الكورة يقول لك أنا ما شجعش بس أنا أهلاوي فهم دولت دين الزيادة الزيادة في كده أنت عايزت الأولي جمهور الأهلي أنا بتكلم على جمهور الأهلي قده جمهور الزمالك اللي بيفهم كورة قد اللي بيفهم كورة قدهم ها أنت عايز سقول الزيادة الزيادة يا مسلا عن قول تلاتين وص تلاتين والبقيت الأربعين دول ما بفهموش في الكورة مسلا انت تقصد كده لا انت اللي بتقول كده يعني انا ما بشجعش كورا اصلا ما بنتميش مين هو اللي بيقول كده يعني كم ده بتجيبه من نين ده موجود موجود ده الوما طب ليه اللي مليوش في الكورة ايه لكن مع الرايجة الكلام اللي ما كانش ينفع يتسكت عليه ليه؟ لما اصف جمهوري الاهلي ان 90% منه ما بيفهمش في الكرة ده تشال من قموس الاعلام في العالم كله ده تنمر وتعصب وعنصرية تجاه جمهوري النادي الاهلي مش من حق كائنا من كان يوصف مشجع انه بيفهم في الكرة او ما بيفهمش في الكرة حضرتك مش من حقك تقيم الناس والمصطلحات بتاعت 90% مع الرجة ناس ما لهاش في الكرة حضرتك المصطلحات دي حتى من القوامس الصحة النفسية للناس اللي بتتفرق في العالم كله التنمر والتعصب والعنصرية تجاه المجميع من البشر ده شيء مش مسموح به عشان هنا يا كابتن سيف كان فيه رسالة عالمية مفترض يتقال ستوب الكلام ده مش رأي خارج نطاق الرأي ده إساءة وإهانة لجمهور النادي الاهلي بس كمان الكلام نفسه محتاج يترد عليه من خلال الأسبوع ده كان أسبوع يا أسامة شعبية النادي الاهلي سنعايزة أقول نقطة تعقيمة على النقطة دي وتحديدا 90% نبنشكله أستاذ عمر الدرديري إنه هو وضح حتى على كلامه إن 10% فقط من جمهور النادي الاهلي اللي هو من وجهة نظره شايفهم بس هم اللي بفهم كرة بيعدلوا جمهور نادي الزمالك إحنا بنشكرك بس على النقطة دي كامل بقى فارس حكمل لإن في حاجة بربطها باللي انت بتقوله اللي ممكن يكون مش مهتم رياديا ولازم ننتقل ألفاظ لما نيجي نتكلم على جمهور جمهور اللي مش مهتم رياديا مش هيبقى عنده أكاونت يدخل يشارك في تصويتات ويشارك في استفتاءات هو يا دي العينة طب العينة اللي بتشارك في استفتاءات وعندها تويتر عندها سوشيال ميديا بشكل عام وبتدخل يبقى دي عينة فاعلة تعال نشوف نسبة العينة الفاعلة دي إلى جمهور الزمالك كانت إيه أولا قبلها عايزين نروح لحاجة على المستوى الدولي مجلس دبي الرياضي كان عامل فكرة السنة دي لإعلاقة بمنح جوائز تقديرية للأندية ولللعبين عامل فكرة أن على مدار آخر 20 سنة مين أفضل نادي؟ حط 8 أندية 7 أندية من أوروبا وهم بايون ميونيخ برشلونا يوفي ليفربول منشستر يونيتد باريس سان جرمان وريال مدريد ونادي فقط من إفريقيا وأسيا وحتى أمريكا الجنوبية خد نادي فقط خارج كارة أوروبا وهو النادي الأهلي ليه ده تعمل؟ لأن أنت معادلة مختلفة عن أي نادي آخر أنت نادي صاحب شعبية تدعو أي حد في أي تصويت زي ما شفنا في المركة قبل كده يحط النادي الأهلي عشان يعمل صدى لأي استفتاء وكمان ده لا ينكر أن النادي الأهلي عظيم ده لا ينكر أن النادي الأهلي عظيم ولكن ده حجم شعبية النادي الأهلي لما تيجي ترصد فريق واحد ضمن سبع فرق أوروبية بس ما كانش ده بس يا أسامة المقاس لشعبية النادي الأهلي بالضبط يا فرس كمان كان عندنا وبرنامج طبعا المشترك فيه الكابتن سيف زاري مع الكابتن أحمد شوبير كانوا عاملين استفتاء عن أفضل لعبين في مصر وارد جدا برضو زي ما بنتكلم طب منت أنت اخترت لعبين الشناوي معها أبو جبل ده هنشوف الاستفتاء أي استفتاء هتلاقيه بص على اللاعب الفائز وهو لعب النادي الأهلي بغض النظر عن فكرة اتفاقك هو الأفضل ولا لا تفاعل جماهير النادي الأهلي أكيد الخمسة وستين في المية اللي اختاروا عمر الصلية جزء كبير جدا منهم عندهم قناعات أن عمر الصلية بيقدم موسم استثنائي ونموذج مختلف ويستحق وجزء آخر هو أهلاوي ففي النهاية بيميل دايما للاعب النادي الأهلي خمسة وستين في المية عمر الصلية هنا علي معلولة فارس سبعة وسبعين في المية حصاد الموسم أفضل لعب أجنبي وكل الاستعراضات لو استعرضنا كل اللاعبين هتلاقي نفس القصة دي هو مزنق لأن انت قلتها في نص الكلام باتناش مع صديق زمالكويه النهاردة في حتة الاستفتاء ده بكلمه عليه يعني فقال لي مش يمكن النسبة اللدة تشنة واربعة وثمانين في المية وعلي معلول الأرقام دي وآخر وسبعين قال لي مش يمكن فيهم زمالكويه كتير قلت له كويس ان انت شايفين عندنا أفضل لعبه في مصر فأنت حتروح لها كده حتروح لها كده ده بيوريك أيمن أشرف تلاتة وسبعين في المية دي برضو يا أسامة عايز أأكد عليها نقطة مهمة جدا هو أحيانا بيتلاعب بك في فكرة أن أصل الشريحة مش متابعة كورة بتشجع النادي الأهلي لمجرد أنك تقول له كذا دي شريحة فعيلة جدا وعلى فكرة الاستفتاء جزء كبير منه كان على تويتر وعايز أقول لك أن تويتر منصة نوعية شوية عن فيسبوك بالضبط يا أحمد المنصة نوعية شوية بمعنى اللي بيدخل عليها بيكون جزء متفاعل قوي ومهتم بشكل مختلف وبرضو اكتساح ده عينا عشوائية لو قاست كده عايز أقول حاجة برضو الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عليها حوالي 12 مليون متابع ضعف نادي الزمالك كل دي مؤشرات يا جماعة لما حد بييجي يبتدي التسويق ما بيقولش أنا حد حقوق رعاية لنادي ما عندوش جماهير كتير بيجي يشوف المنصات الجماهيرية تفاعل النادي ده معها ايه عشان كده شعبية النادي الأهلي لا يضاهيها أحد داخل الوطن العربي واعتقد أفريقيا وكمان على المستوى العالمي النادي الأهلي مصنف من ضمن الأندية الأكثر جماهيرية واعتقد سؤال ما بقاش ليه مجال الإعراب لأن شعبية النادي الأهلي مش مجال لأي مقارنات مع أي نادي ما احترامنا لجميع الأندية ولكن ده الوضع القائم أو الراهن للنادي الأهلي والحقيقة مش بس جماهير عادية خارج في الوطن العربي بتشجع النادي الأهلي لكن استوقفنا برضو فيديو لأسطورة تونس طارق دياب بيتكلم فيه عن هو ما يشجع مين في الوراة الأهلي والزمالك القادمة نسمع ونرجع نعقل الأهلي الزمالك يعني بصراحة الله يعين الحكام و الله يعين بصراحة مباراة كبيرة بشكور إن شاء الله الأفضل هو اللي يفوز الفرق الأثنين مستوى متقارب جدا صحيح السنة هذه الزمالك عنده أسباقية فاز الزمالك صح؟ فاز في السوبر وفاز في الدوري وزمالك عنده من ناحية الفردية لاعبين مميزين جماعيا الأهلي أفضل الاثنين يوصلوا إلى الدور النهائي أهم شيء هنا مكسب الكرة المصرية والعربية والعربية يوصلوا إلى الدور النهائي إن شاء الله الأفضل هو اللي يفوز إن شاء الله التحكيم يكون في المستوى إن شاء الله معناتها نحتفله بفوز الفريق اللي نحبه هنا ما أقولش عليك مش كولنا الفريق ما أقولش عليك لا ما أقولش وأمتى تقول وأمتى تقول الفريق اللي رئيسه صاحبي والعبد محمود خطيب محمود محمود صح معناتها وأنا الطارق أهلاوي معناتها الفريق اللي رئيسه صاحبي ولعبت ضده اتكلمنا كتير أوه في موضوع الشعبية إن أحد أسبابها ورد جدا يكون نجم ملهم وأعتقد في القرى المصرية يعني من أكبر الملهمين في القرى المصرية هو الكابتن محمود الخطيب وبالتالي تصريح سطورة تونس الكابتن طرق دياب اللي حقيقة كان له موقف واضح جدا في 2012 وابه يسلم كاس لحسام غالي كان فيه سعادة واضحة برغم النواء تونسي ولكن برضه يا فارس ميوله للنادي الأهلي كويس ميول للنادي الأهلي وزي ما أنت قلت يا أحمد فكرة ارتباطك بالنادي الأهلي لعبين جماهير بطولات النادي الأهلي بيجمع كل ده حتى في سفارة نيوزيلندا السفير النيوزيلندا حاب ينزل صورة دعم للنادي الأهلي وقال إن هو مشجع للنادي الأهلي ممكن أستعرض الصورة أتكلم برضه عن إن فيه أهلاوي وفيه زملكاوي النائب بتاعه زملكاوي بالضبط بس إن شاء الله بإذن الله سفير نيوزيلندا هو اللي يفرح ما هو بإذن الله تمشي زي ما كده السفير والنائب البطل والوصيف إن شاء الله طبعا دي كانت دي كانت جزء من برنامجنا أو الفقرة الأولى من برنامجنا ولازم نطلع فاصل ونرجع نكمل بقية البرنامج ورجعنا لكم مع فقرتنا فار روم فار روم يا أسامة النهاردة معانا حدث كان واضح جدل تحكيمي كبير وكلنا عندنا قراء فيه كابتن محمود عشور اللي كان بيدير مباراة الزمالك ونادي مصر كانت المباراة فيها قرارات غريبة جدا أنا شخصيا فيه قرار بيستوقفني قبل ما نروح للفقرة نفسها إيه قرار اللي حسب فيه ركل الجزاء ومداش أي بطاقة هو ده اللي استوقفك لا ده فيه حاجات كتير لا أصلي فيه حاجة تستوقفك ما فيهاش وجهات نظر أنا أول مرة أشوف فار بيستدي حكم الساحة يقوله شوف الخط ده مظبوط ولا لا ما فيهش في الكلام ده في التسلق ولكن قرار بتدي فيه عقوبة وهي ركل الجزاء الفار بيراجعك بيقولك لا الكرة من بره مش ركل الجزاء فهنا بتتعامل إن الكرة فيها فاول بس بتدي طرد لأنها فرصة محققة طبعا فكرة العقوبة السلسية اللي هي تم نزول بند بيها ولكن أنا ما بتكلمش في كده وكان ممكن يدي إنذار لو هو مقتنع إن فرصة محققة بالظبط أنت أصلا والكرة جوه المنطقة ما كنتش مقتنع إنها فرصة محققة لما طلعت بره وما بقاش فيها ركل الجزاء فاللهو الزمالك ياخد أي حاجة بقى فيها طرد وكانت وقعة غريبة بس كمان في حاجة غريبة قالها كابتن جمال حمزة بمناسبة الحاجات الغريبة كتير جدا اللي كانت في المباراة دي عن كابتن محمود عشور إنه هو كان عنده علامة استفهام إنه أصلا يحكم المباراة نطلع ونسمع كابتن جمال حمزة في أخطاء تحكمية كتيرة جدا في عدم تفاهم بين المساعد وبين الحكم حصلت أكتر من مرة في كذا كرة بيرجع للفار وإحنا شايفينها قدامنا إن هي مفاش حاجة وبعدين فجأة بنلاقي قرار عكسي عشور غير موفق النهارة خالص بصراحة يعني إنه هو يعني يبقى هو حكم المباراة النهاردة هي أساساً عليها على علامات استفهام كتير ليه يا جمال؟ بالنسبة لي ليه؟ يعني حاجات برا الكورة يعني هي حاجات برا الكورة فمن فاشن هي يعني إنه نقولها بس يعني من الطبيعي إنه هو كان يعني يبقى في حكم كابتن جمال حمزة زمالكاوي وممكن الناس تقول إنه هو بيقول إنه معترض على الحكم قد يكون شايف أو عنده وجهة نظر إن الزمالك ظلم في حاجة هو حر برضو حتى لو دي مش وجهة نظر ولكن بنتكلم في إنه هو من حيث المبدأ كان شايف إنه فيه أسباب وما أعلنش عنها تدعو إنه ما كانش ينفع يكون حكم المباراة نتمنى منه لإنه طرح على الإعلام الموضوع ونفعش يطرح الموضوع وأقول أصلاً مش حاول طالما قلت إنه فيه أسباب كانت تمنعه من إدارة المباراة لازم تصرح للرأي العام بي يا يوسف أكيد طبعاً يا فارس لكن الحقيقة إحنا المرة دي برضو في بار روم مش واغدين بس فكرة التحكيم والحالات التحكمية إحنا كمان هنروح للإستوديوهات التحليلية لأن بنسمع أراء بيكون في بعضها تنقضات كتير وهدفنا من الفقرة إحنا فكرة إن إحنا بنرصد خطأ تحكيمي لأن كله يتعلم إحنا نتعلم المشاهد يتعلم يوصل لأي حكم يبقى عارف إن فيه الأخطاء اللي وصل لها زي ما بنقول ما فيه حكم في كرة تسلل أو في صايد يطلع للفار ده مش موجود أصلاً في الفار ولا ينفع فيه استدعاء الغريب إن الكل تكلم عن فكرة إن جولكا سونجو اللي فيه شك هو هدف ولا مش هدف تكلمه عن فكرة هو تسلل ولا مش تسلل برغم إن الكرة اتقطعت من فريق FC مصر فيه عرقلة لمدافع FC مصر المفروض أنا بقى هنا وأنا مشاهد المفروض خلاص فيه الفار بروتوكول محترم معين بيتعامل بيتنفذ فأعمل إيه أشوف الكرة دي فاول ولا مش فاول هي دي الحالة الوحيدة في الجلدة اللي ممكن للفار أو حكم الفار يستدعي فيها حكم الساحة لكن ده ما حصلش الغريب قبل ما نروح للأقطاع التحكمية هنروح للكابتن أحمد الشناوي ونسمع رأيه في لقطة أثارة الجدل وهي راكلة الجزاء اللي لسه فارس متكلم عنها اللي هي اتحسب تفاول من خارج منطقة الجزاء ونرجع نعرف نيجي لحالة راكلة الجزاء دي اللي هو حسبها وين جوه راكلة الجزاء هي من بره طبعا تساله ما فيهوش أي حاجة لكن الخطأ من بره واللعيب طبعا كان عنده هنا نقف بس عن نقف في الحتة دي هنا في الحد تحديدا خلاص هنا المخالفة من بره اللاعب هنا بقى عنده فرصة محقاقة لإعراض هدف خلاص طالما خارج منطقة الجزاء اضطرده ايه أصبح وجوبي امسة يد مسك أي حاجة التنفس على لعب الكرة غير من داخل منطقة الجزاء فطبعا هنا الطرد صح والقرار قرار صحيح طبعا ما فيهش اختلاف ان القرى من خارج منطقة الجزاء والفار استدع الحكم عشان يقول له ان قرارك باحتساب راكل الجزاء قرار مصحيح تعال اشوف القرى من خارج منطقة الجزاء هنا الكابتن احمد الشناهو راح لفكرة اللي هو تبرئة الحكم من فكرة انهو ادى كارت احمر لمدافع F-C مصر مبدئا القرى هو قال ان اي خطأ خارج منطقة الجزاء يستوجب طرد اعتقد هيكون له كلام تاني عن النقطة دي اللي احنا بتعلمها من الكابتن احمد الشناهو لكن الاهم هل القرى فعلا كانت في استحواز مهاجم نادي الزمالك اعتقد لا استحواز حالي ولا استحواز مستقبلي لان القرى خبطت في وش المهاجم وراحت لحارس المرمى والقرى كانت اقرب لحارس المرمى بعد ما اصطدمت به من المهاجم فبالتالي بتنتفي تماما الفرصة المحققة لكن الكابتن احمد الشناوي اعتقد شافها بشكل مختلف في وقع تاني ما بص يا احمد احنا ما عندناش حد يصحح كلام كابتن احمد الشناوي احسن من الحكم الدولي الخبير كابتن احمد الشناوي نطلع ونشوف كابتن احمد الشناوي في حالة تانية مشابهة جدا كان رأيه ايه نيجي للعبة يعني تعتبر هي يعني السكينة اللي دخلت في قلب النادي الاهلي وهي طرد اللعب عيمن عشر صحيح هل هذه المخالفة لعب النجم السهلي كان امامه فرصة محققة لإعراض هدف طيب نقول الفرصة المحققة لإعراض هدف فيها اعتبارات ومعايير اول حاجة المسافة يعني حاجة سيطرت اللعب على القرى واتجاه القرى كويس عدد المدفعين والمهاجمين صحيح اللعب لما تمت عرقلته او مسكه من اللاعب الاهلي هم الكرة خبطت في ضعره ولا كانت قدامه لا خبطت فيه خبطت فيه من ضعره صحيح يعني اذا هو مسابق الكرة هم يبقى اذا هو ما عنده السيطرة على الكرة هم اذا كان عنده سيطرة لا سيطرة حالية ولا مستقبلية هم مستقبلية يعني تبقى قدامه يقدر الروح يلعبها هم حالية يعني تحت رجله وماشي بيها وترتكب ضده مخالفا تمام يبقى اذا النهاردة طالما افتقد عنصر من العناصر دي انتفت الفرصة المحققة لإحراض هدف قد تكون هجمه وعدة قد 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 لكن الكرت الأحمر اختفى تماما ليس له وجود في هذه المخالفا كابتن احمد الشناوي شاف السكينة اللي دخلت في قلب النادي الاهلي بس ما شافش اي سككين دخلت في قلب فريق افسي مصر وشاف الموضوع بمعايير مختلفة انا عاخد من معاييره احمد قال نقطة مهمة فكرة حياسة الكرة ان الكرة تكون تحت رجله اتكلم في المسافة احنا لو بصينا الكرة دي بعد القوص هو بس عشان يكون حيازة حالية وحيازة مستقبلية اللي هي تحت رجله دي اللي هي الحالية الزبط التانية التنافسية المستقبلية اللي هي هتروح للكرة هو قرب للكرة ولا لا هو ده اللي احنا بنوضع تنافسيا الكرة في الهواء كانت تعتبر بين الاتنين المسافة اصلا احنا بنتكلم الكرة بعد القوص تقريبا على حدود منطقة الجزاء مشابهة يمكن اعرب وعلى فكرة بس حتة فنية الوضع اللي كان فيه لعب الزمالك قريب جدا الكرة كانت هتسقط كان تقريبا البلوكينج اللي ممكن يطلع يعمله عليه حارس المرمى مش تقريبا احنا عشان بس نبنعرش حقوق الفيديو واضح جدا الكرة ضربت في كتفه راحت لحرس المرمى بشارته عشان بس الناس مش شافة فنشرح لهم الوضع على عكس لاعب كان ممكن عنده المسافة في مورات الاهلي يستلم ويقدر يتحكم ويعمل كنترول على الكرة فحتى فكرة كابتن نحمل شنوة جاهل عن المعيار حتى الفني او اللمس الفني ان الكرة كانت الهجمة مدى خطورتها يعني شفنا الحيازة بشكل مختلف شفنا هنا سكينة النادي العلي وشفنا سكينة نادي مصر مع ان المعيير واللوايح والقوانين والعين مفترض تبقى واحدة واحدة والقرار الصح القرار كان هنا غلط وكان هنا غلط طرد ايمن اشرف ما كانش مستحق وكلام الكابتن احمد الشناوي كان كلام فعلا يرتبط باللوايح والقوانين ولكن ربما خانوا التوفيق او ما شافش الكرة بشكل واضح في مباراة الزمالك وFC مصر فما كانتش بين السكينة اللي انضربت في دفاع FC مصر لكن عندنا كمان حكم الساحة في وقاءة كتيرة جدا حدثت في المباراة دي يعني متعلقة حتى بفكرة تشيرت الحكم لكن اخطاء كتير جدا منها مثلا عرقلة او التعامل مع الحكم باليد بيستوجب حياة كتيرة جدا احنا برضو رحنا لمواقف مشابهة للحكم محمود عشور لما حصل معاك موقف باليد ونكون واضحين سلام حسام عشور لعب الاهل السابق على الحكم محمود عشور بعد المباراة سلم عليه كده وقام شدد ايده وماشي النقطة دي او اللقطة دي دايقت زي ما حدركم شايفين دي الصورة الاولية رايح بيسلم عليه اصلا الحكم مش بس لحسام عشور قام حسام عشور ماشي تقريبا شد ايديه ففي النهاية في خطأ خطأ وقع من حسام عشور لعب الاهل السابق فاستحق عليه الكرت الاحمر متفق جدا مع القرار هو ده معيارك هو ده معيار الحكم متفق جدا معك حكم الساحة ممنوع الاقتراب منه ممنوع لامسه وهو اللي بيحدد الاقوبة سواء انزار او كرت احمر هنا كان في موضوع حسام عشور كان كرت احمر اقوبة واضحة وصريحة معك كل الحق ده مش بس كده ده كمان ما اكتفاش يا فارس وكتب تقرير ادان حسام عشور واللعبة دي لو اتحسبت بالشكل اللي انت بتقوله مع مصطفى محمد وكورة الهدف مفيش هدف اصلا بس المباراة انتهت فانت حتى تتكلم في لعبة يا اسامة احنا دلوقتي بنكلم في القانون بتاعها بس تشوف ابعادها الفنية داخل المباراة مختلفة كمان ازاي بعيدا بقى الابعاد الفنية اللي اسامة قاله انعكس في قرارات ايه طلع عندنا تلك قرارات كلهم لهم علاقة بالتعامل مع محمود عشور كابتن حسام البدري اخد وقتها مباراتين نتيجة انه هو اللي اعترد بطريقة غير لائقة النظرة اللي كان فيها شكل مرفوض كابتن حسام عشور خد اربع مباريات للسلوك الغير رياضي تجاه الحكم كابتن سيد معود خد تمن مباريات لقيامه بدفع الحكم هنا احنا بنتكلم في وقعة فيها عقوبات متدرجة حسب فعل كل واحد كابتن مصطفى محمد عمل ايه من دول على الاقل هو عطل الحكم خلال المباراة وخلال احداث المباراة على فكرة جزء فني كمان يا اسامة هو منع عن التحرك حاجة برؤيته حاجة مش طبيعية انها تحصل خلال سر هاجمه نتمنى يكون فيه عقوبة واضحة وصريحة غير الجزء الفني بص يا اسامة ده مانع الراجل ودي في الديئة تحدينا فلس خمسة وتسعين وتلت ثواني بعدها بتلتين ثانية بالزبط هدف في الزمان بس هي دي الدول ان مصطفى محمد بيعرف يدافع كمان يعني هو عامل بلوكينج عشرة على عشرة طبعا بص حاجة برؤيته فحاجبه عن اللعبة وطريقة فيها اعتراض غير طبيعي وفيها اسرار وفيها اسرار ونقول فين العقوبة كل حلقة هنستعرض اللقطة ونقول فين العقوبة لان معيار نفزه نفس الحكم في تقريره ما ينفعش يتجهن في تقرير في مباراة اخرى الا لو عنده هوى واعتقد ممكن يكون فيه ده مبيت لان اللعبة فنيا كان استستدعي العقوبة في لحظتها ان الكرة دي زي ما قلنا غيرت مصير المباراة هو الكابتن محمول عشور كان عنده حرص شديد جدا اكتر من مصطفى محمد على انه ما يضيعش ولا ثانية من وقت المباراة المحتسب بدل الضائق وهو ست دقايق فطبعا ده حرص كان شديد جدا فبالتالي في انتظار تقرير حكم المباراة اللي بالمناسبة الصورة دي يعني مش تدايق بس مش المفوض دا بس الكابتن محمول عشور لا تدايق كل التحكيم المصري لان التحكيم الاوروبي الوضع مختلف تماما طبعا دي الدوري الاسباني وصورة واضحة جدا مع مدافع أتليتكو مع مدريد سافتش مع الحكم الاسباني خسي لويس الكلام واضح جدا فيه عتاب ده بيحصل كتير جدا لكن هنلاقي صورة واضح جدا اللمس هي دي مجرد لمس يعني فيه اصلا كورة متوقفة مش كورة ماشية زي او كان اللمس متواصل زي كورة مع مصطفى محمد هنا بس حطي ايديها على سيدره كده كان قرار الحكم ايه هنشوفها في الصورة اللي بعد كده الانذار امور واضحة جدا وصريحة مفيش حاجة اسمها اننا ألمس حكم الساحة وعلى حسب اللمسة حكم الساحة هو اللي بياخد القرار هنا لمسة بسيطة جدا في اعتراض في كورة متوقفة اتحسب على طول الحكم ما ترددش وقده انذار فعلى الاقل كان المفترض من الكابتن محمود عشور ان يوقف اللعب يدي انذار لمصطفى محمد كان لازم او طرد على حسب ما هو يترقى ليه وياخد اي اجراء قانوني تجاه اللعب لان احنا مش بنخترع قوانين يا جماعة احنا بنجيب لكم مشاهد واضحة وصريحة المباراة دي في نفس الاسبوع انا مش عايز بتوع برشلونة يزعله لانهم ما تغلبوا لكن مباراة دي في نفس الاسبوع انت الحلقة اللي فاتت تلطشت في مصر الحلقة دي بتلطش في برشلونة وجمهور برشلونة لابد قل يا رحمة انا اراجنتين الهواء انا اراجنتين الهواء ما تحاولش مش حاس اراجنتين الهواء والله اراجنتين الهواء من ايام ماردونا من ايام ماردونا ومسي طبعا لعب عظيم وبرشلونة فريق كبير وبرشلونة فريق كبير وبتعرف تجر ناعم بس كمان عندنا بقى فقرتنا المحببة اللي احنا ما بنسبش فيها حاجة كالعادة ريمون تادا رجعنا لكم مفاقرة ريمونتادا اللي كالعادة اللي كالعادة ما منسيبش فيها حاجة حنيجي بقى لزاوية مختلفة في بداية الفقرة إخراج مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك مباراة القمة ونهائي إفريقيا مفيش مشكلة إن الجمهور يكون عنده رأي أي جمهور من حقه يبقى عنده رأي بس المسؤول مفترض إنه بيقيم جناء على المعيار الكفاءة مبناء على مجموعة من المعايير اللي ما فيهاش أهواء ولو النهاردة أنا سمعت جمهور ما فيما يخص لقطة ما أو التوجهه تجاه مخرج ما أنا حطيت قاعدة لازم أمشي عليها ده اللي كان حاصل فيما يخص أزمة جمهور نادي الزمالك عمل هاشتاج تجاه مخرجنا المميز محمد نصر وكان بيرفض إنه هو يخرج مباراة القمة كان فيه ردود أفعال كتير بقى يا أسان برغم ده غياب يعني بيتكلموا عن غياب مهنية والحقيقة يعني هنستعرض مهنية الأستاذ محمد نصر اللي أشاد بها الكاف ولكن الحقيقة أصلا كابتن محمد نصر الناس اللي هي تفرجت على تصفيات كاس العالم سنة 93 كان فيه وقع شهيرة جدا أصلا تم انتقاده على موضعيته ومهنيته في مباراة مصر وزنبابوي اللي تصاب فيها مدير الفني لزنبابوي بسبب اتعادة المباراة والكابتن ماجد طلبة ما حطش الكرة الشهيرة دي فبالتالي الراجل أساسا من زمان من عمر العمر وهو راجل موضوعي ومهني ولكن ربما يكون على التعليقات لأنه بينتمي للنادي الأهلي فخلاص نخلي المعيار واحد ونخلي مستوى واحدة بالضبط لأن احنا عندنا طالما هنتكلم بقى بفكرة اتجاه جمهير لأ جمهير النادي الأهلي متخوفة والمرة دي مش متخوفة عشان بوست بيتكتب على الفيسبوك أو رأي ان أنا أهلاوي لأ متخوفة عشان وقائع حصلت فعلا لكن تعالوا نشوفوا الأول المشرف على البرامج الرياضية في التلفزيون المصري كان تعقبه ايه أو رأيه ايه في استبعاد الأستاذ محمد نصر والله كتر الموضوع أصلا يعني هوذات وما حصلش حاجة أصلا كان حطين بلان ومحمد نصر أصلا كان مطروح بس لسه ما خدناش قرار اللي هو يعمل المباراة ولا لا بس لقينا جمهور الزمالك وفيه واحنا فيه مبادرة لا للتعصب أول ما لقينا المسائل زادت قوي ما تحطش أصلا على البرام يعني وخاصة للمباراة دي قلنا تعالى عشان شعار لا للتعصب هنحط مجموعة من المخرجي حد مش واحد بس إما ما لقينا وما كانش لسه محمد نصر خدنا قرار لإنه هو كان لسه أسبوع كامل آآ عن المباراة يعني مباراة يوم الجمعة فلقينا الدنيا كلها غاصب بدون داعي فما لقينا احنا رفعين شعار لا للتعصب أصلا مطروح محمد نصر مش محطوط في البلان ده أصلا خاص في بداية الكلام كان أستاذ محمد نصر مطروح في نهاية الكلام وطبعا دخلنا كلمة نبذ التعصب احنا كلنا هنا بنشيد بمبادرة نبذ التعصب ولكن الحقيقة هي الفكرة كلها لازم نطبقها صح ما ينفعش جمهير تعترض على مخصر لأسباب غير موضوعية فبالتالي أننا أستبعده وأقول أنه بعد ما كان مطروح لا بقى مش موجود في البلان نقطة ولو حسبنا بالمناثة فالس بس النقطة دي لو حسبنا أنا ما اعتردتش لو حسبنا الأستاذ محمد نصر عن بوست كتبه بيعلم فيه أهلوياته على الفيسبوك أعتقد أن الأستاذ الفاضل أستاذ محمد إبراهيم واضح جدا ميوله برضو على الفيسبوك فبالتالي نخلي معيار المهنية والموضوعية هو المعيار ولكن خلاص عشان احنا مش فكرة يعني متمسكين بمخرج ما احنا عايزين في النهاية مخرج ينقل الحدث بشكل يعني يردي جميع الأطراف وفي غض النظر أنك فتحت الكادر قوي على نصر والديده حتة زنبابوي دي بس كمان عايزين نقول أن الأمانة الكلام اللي تقال يعني أنا فكرت اللحظة موقف محمد نصر إيه لأن أنت عشان حتى تعفيه من الموضوع كان ممكن داخليا يؤسامه مصرحش من ده إنما الحتة دي معناها أن أنا بأقر ضمنيا أنت كابتن محمد نصر متعص وده يا جماعة دور المسؤول أنت أولا زودت التعصب تجاه الجمهور تجاهه لأنك أقرد بدأ وإنت راجل مسؤول على المنظومة وحطيت الراجل في موقف تاني حتى الحتة دي حبينا نقولها من الزاوية دي لأنها ما كانتش لطيفة بس كمان أستاذ محمد إبراهيم قال حاجة مهمة جدا عن دور الحكم فيما يخص الفار المخرج ها دور المخرج فيما يخص الفار ما الحكم بقى ليه دور كمان مش هعدها لك بقى أنت العديتلي بتاعة ميسيكو دور المخرج فيما يخص الفار مهم جدا نقف عنده ونشوف هل المخرج بيتدخل في قرارات الفار محيس الصورة اللي بيعرضها هل بيعرض زاوية ما وزاوية لأ نشوف قال إيه عشان نفهم فنياً الموضوع ده قبل المبارات النهائي لازم جدا نكون عندنا المعلومة دي وعوز أوضح حاجة تانية يا كابتن برضو الناس للأسف مش فاهمها المخرج لم يتحكم في شطات الفار إطلاقا برافو عليك إطلاقا ده عربية الفار بتاخد قوت كل الكاميرات كل الكاميرات هي اللي بتاخد القوت بتاع كل الكاميرات يعني المخرج ما هوش تأثير خالق ما هوش أي تأثير وعربية الفار هي اللي بتركب الكاميرات بتاعتها في الأماكن اللي هي عايزيها احنا عايزين نفهم الناس عايزين هي هم بياخدوا كاميرات التلفزيون يا كابتن حلو قبل بيقول له سواء عشر كاميرات تسع كاميرات تمن كاميرات خمستاشر كاميرات وممنوع دخول أي فاردة عربية الفار حتى المخرج ممنوع دخول حلو قبل حلو قبل والحكم الفار مع الابريتر المخصوص للفار هو اللي بيختار الشطات المخرج يدوبك يحط الجرافيكس المربع الناس بتشوفه لعليش الطاط ما بيتحكمش في المخرج إطلاقا ملخص الكلام المخرج بس بيعمل كده يعني الموضوع سهل جدا المخرج ما بيتحكمش في لقطات معانا فيما يخص الفار عشان كده هننتظر يا أسامة إن الكلام ده يطبق بالشكل المهني اللي تقال ومعيارنا مدى مهنية وموضوعية الكلام اللي بيتقال بيتنفس بنفس الشكل ولا بيكون في كلام تلك وما نشوفش أي حد يا فالس كمان بيتصور في غرفة الفار حتى لو الحد ده كان مسؤول وبعد دعي إن هو مش مسؤول لكن الموضوع بالنسبة لنا هو موضوع عدالة تم وبالمناسبة محتاجين تركيز جدا على الأوبريتور الموجود ولازم يكون في حد احتياطي لي لأن في مباراة الزمالك والرجاء الأوبريتور اللي اتنين جالهم فيروس كورونا فكانت في مشكلة في غرفة الفار بيعاني منها الحكم في بعض اللقاطات مش عارف يعادها الأوبريتور بشكل كويس للحكم فهنا حابين نأكد عن نقطة دي تحديدا لازم يكون أوبريتور مباراة النهاء الأفريقي يكون له حد احتياطي لي بيجيد التعامل عشان ما نقعش في مشكلة زي مباراة الزمالك والرجاء لكن عندنا برضو في مشكلة الزمالك والرجاء كانت مشكلة إخراج تلفزيوني مش إحنا بقى اللي أثارت غضبنا ده الكابتن هيسم فاروق المنتمي لنادي الزمالك هو اللي أثار غضبه الموضوع وكان له تعقيب على إخراج المباراة التلفزيوني نطلع نشوف قال إيه متضايق من إخراج المباراة متضايق جدا أولاً الهدف الرابع ده ما تحسبش ثلاثة واحد النتيجة وكرة تسلل وفريق رجاء طبعاً هدف التالت ما فيش تسلل وشوفنا الإعادة إنما هدف من شرق طبعاً تسلل ولم يحتسب ومش عارف الناس اللي في الملعب بتعمل إيه والإخراج بيعمل إيه طبعاً يعني انتماء الكابتن هيسم فاروق معلوم للجميع ودي لقطة جات له بعد ما المباراة انتهت بالضبط وانتقله على الستوديو التحليلي فكان برغم الصعود الانهائي ممتعد من فكرة اللي حصل في هدف تحسب وتلغى وتحسب تيجي أربعة واحد تلاتة واحد وأثار غضبه برغم الصعود الانهائي فارس كان الإخراج التليفزيوني مو بدي علامة استياء كتيرة جداً على وش الكابتن كان مين الإخراج؟ لأ ما هو نفس الإخراج كان مباراة تانية هاي حسنية أغادير بالضبط عايزين بقى نعرف مين الإخراج لما نشوف اربط المشهد ونبدأ نشوف كابتن هيسم فاروق في لحظة فاصلة في مباراة حسنية أغادير في الكرة اللي جنش كان بيتعامل عليه على خط المرمى كان رأي كابتن هيسم فاروق في دور الإخراج إيه والصورة اللي اتنقلت للناس كان تقبوا مع النائي نطلع ونسمع الفيديو أنا عايز أقول لك حاجة بأمانة دي لو نادي الزمالك أنا بتقول لك هدف أنا متأكد شو؟ لو دي نادي الزمالك أنا بتقول لك هدف خلاص هلين وصلتني الإجابة أوكي ولكن المشكلة مشكلة لأنك إنت أحيانا هيتم أمامك أمامك ضمير مهني بظبط أمامك مثاق ضمير مهني بعيدا عن انتماء هدفها حقيقة واضحة مشكلة عند مقرب المباراة صح مقرب المباراة ما عاداش ليه مخصوصا إن الحاكم خلاص خد قراره ومش بوهن لازم يدينا القرار نهائي يعني أنا محق إننا سميتها حالة بظبط حالة من الصعب إن كنت تتجزم وبعد ذلك إحنا كنا بنعيد على المخرجين للأفرق والكاميرا من الأفرق إنهم إزامي بيعدوش الحالات الحالات فيها شكل خلاص حاكم خد قراره حاكم أخدش فيها قرار ولا المساعد رغم أن أنت قلت مساعد وقف في مكان ممتد حاكم عمرو بقفت فيها قرار هو المساعد رغم مساعد بعيد ولكن وقف على خطة ولكن لا دخل قرار ولا دخل قرار إذا المخرج المراهن هو اللي عنده مشكلة هو اللي خلينا نقول مش جون أو جون جون أو مش جون وخينا نتشوكي في اللعبة أبطر ما ما عندكش جون لاين تكنولوجيا في أفريقيا كلها طيب جزافل عزيز أكد إن هي هدف وأنا حسب بالصورة هاي والزاوية هاي إن هي أكيد مية في المية هدف شوف ممكن هيتم لو كانت لزمالك لا أنت أستغليني اعتراف إنها هدف أنا شاك هني نخاطب في ضميرك المهي مش هيتم فاروق لزمالك شاكك إنها هدف إنه ما أقدرش أجزب بالكاميرا دي عمرك عمرك ليه؟ لأن الكاميرا دي خد عديني الأمام كاميرا جانبية هتخلي كل يصمت ما حتى كانت هناك في إعادة أخرى مخرج عنده مشكلة كبيرة جدا كانت من تحت مش واضحة نهانية فيها شاك إنها تكون هدف أنا معاك أنا معاك فيها شاك إنها تكون هدف ولكن المخرج عنده مشكلة كبيرة جدا إنه هو بيبعد عن الحقيقة لأنه من الكاميرا الجانبية هتقدر تفصل فيه هتفهم موخ جدا ان لو انا ما كنتش بشجع الزمالك كنت هقول ان هي هدف مش فاهم الجملة دي تقالت ازاي لان هي جملة خطيرة جدا بتعكس حاجات كتير جدا في تحليلات كابتن هيسان فاروق كمان في نفس الوقت الكرة اللي كانت تخطيطة بالزاوية دي والناس مش قادرة في حدث مهم جدا زي ده تشوفها من اكتر من زاوية عشان توصل لقرار ده كان ابعده ايه هنشوف مع اسامة لما يكون فارس نفس المباراة بنفس الاخراج كمان يتعقب عليه من كابتن هيسان فاروق اللي هو بينتمي ناس زمالك في مباراةين للزمالك بيحصل اثارة جدل تحكيمي في لقطات معينة فيه اللي ما بيتعادش منها وفيه اللي مش من زاوية واضحة لا لازم هنا نقول بقى هو ده اللي احنا مش عايزونه يكون موجود في مباراة القمة لان كمان لما نسمع رأي المخرجة في مدخلة بعد مراتش حسنية اغادير والزمالك هنعرف ان الموضوع مكانش مهني بالمرة نسمع رأي لقطة الجدل الكبيرة اللي هي بتاعت لقطة حسنية اغادير عادت الخط ولا لأ ليه ما اتعادتش بص حضرتك حيثك لو راجعت شريط المنش هتلاقي ان الملعب اتلعب بسرعة جدا اول ما لقيت وقت صادق اتعادت اه اتعادت اي لقطة اي لقطة لقطة الكون اللي هو المشكوب فيه الكون او من على خط المرمى كانت على خط المرمى وكنيش فيها على خط المرمى اتعادت في المطش ولا بعد الصفارة من نهاية؟ أه في المطش في المباراة في أواخر المباراة في آخر المباراة في أواخر المباراة؟ أه طيب من خلال رؤية حبلتك بالكاميرات المختلفة عدت الخط ولا معدتش؟ لا معدتش الخط أه معدتش بكامل استدرائتها يعني؟ لا 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 كان فيه أكتر من كاميرا جايبة اللقطة أكيد أستاذي ناس مش كده؟ أوكي أه أكتر من كاميرا أه من كده ذا أنا بحاول أفتكر إعادة إنترناتها بيطر مطش كله بس شفت إعادة جول إبراهيم حسن لتلغى إبراهيم حسن لتلغى وهي كرة جاثت بطنه برضو يا برضو كان محفوظ بطنه ما جاتش في إيديه أه ما جاتش في إيديه برضو جاثت بطنه لا وكرة حسنية أجدير أه ما عدتش خط المرمى ما عدتش خط المرمى ما عدتش خط المرمى طيب جميل نعمل الربط كده هنا ما تحاولتش بس الفكرة اللي مخرجة كمان احنا بقينا نستدعي المخرجة وبشكر طبعا هنا هتحط على الحوار اللي تمه معها إن هو أصلا ذكر إنه فعلا ما تعدتش وأنا معرفش يا بتاعت إمتى على حد كلام الأستاذة إيناس عثمان الحقيقة ما تعدتش وكمان بتقول رأيها في القرى وبتقول إنه ما عدتش خط المرمى وهدف إبراهيم حسن جاء في بطنه وبرضو بتتكلم من فكرة التشجيع التام اللي هو بالضبط قاله الكابتن هيا سنفروق لسه معقب عليه فارس أنا كزمالكاوي لو هي لزا مالك هقول جول مش لزا مالك هقول معدتش وده بالضبط اللي عملته المخرجة طب ما أسهل من كل ده ما الإخراج يبقى شايف شغله كويس وننزل الكادرات من كذا زاوية ونجيب اللقطات من كذا زاوية ونسيب الحكم المشاهد دور المخرج يا أحمد عشان كده عايزين الفيديو الأخير ده على لسانها برضو ولا كل التقدير طبعا عشان نشوف بعد كده دور المخرج إيه ونقدر نحسب عليه إزاي نطلع ونشوف الفيديو لو ما كانش فيه مجال لإعادة اللقطة عشان نلمطش سريع بتختاري أي وقت تحديدا لإذاعة اللقطة فيه أي بقى أي قاود بقى فاهم إزاي أي حد فاول مثلا وعاده فيه فترة كده أخطر الوقت ده بس ما قدرش اللايف عندي أهم من الإعادة لايف عندي أهم من الإعادة أكيد يعني أكيد صح هو الفكرة إن أول ما الكرة تردت فيه واحد وقع على الأرض فلعيبة المغرب تجمعه على الحكم هنا توقعنا أن اللقطة هتتعاد حوالي دقيقة توقعت إن يتعادة عشان كده يمكن لو هيكعدتيها ما خدناش بالنا بعد كده تعادت إمت يعني لا بس هذا كنت بعيد الفاول برضو اللي هو سبب في الجدل برضو كان الفاول برضو كان فيه جدل والنهاردة بس كان فيه شوية جدال كتير يعني فأنا عشان ألم المطش كله فما كانش يهميني قوي الإعادة قد اللايف ما يهميني أيه تمام تمام هل بيتطلب حاجات معينة من فكرة الإعادة أو لأ ولا دي بتبقى رجعة لقرار أو مهنية المخرج يا واسا زي ناسا لا مهنية المخرج لا 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 محدش بيفرض علينا أي حاجة مهنية المخرج تمام مهنية المخرج دي رسالتنا لأي إن كان المخرج اللي جاي إنت عين المشاهد اللي لقعت في البيت مش شاف حاجة ما تضغضاش عن أي أحداث لأن ده أمانة مهنية بنتطلبها منك خاصة أنها يعني كان عندها أهمية كبيرة جدا أنها تحايد الفاول لكن الهدف ما فيهوش أي أهمية للإعادة كنا حابين نوضح مخاوف الجمهير مبنية على إيه؟ مبنية على أحداث ومواقف شايفنا وبنأكد على دور غرفة الفار والإوبريتر الموجود عشان يكون فيه اطمئنان لدى الجميع جمهير أهلي وجميعنا الزمالك عندنا فقرة تانية البعض بيتلعب بفكرة الأرقام وإحنا في الأرقام مش بنقول رأينا دايما بنقول رأي الأرقام نشوف الفيديو ده ونرجع نعقل مهمة اللي هي أن نتائج الأكبر النتائج بمواجهات المباشرة بين أهلي والزمالك ماشي دمهم جدا لأن بفضو دي عليها خلاف كبير جدا أكبر النتائج يمكن أربع مرات زمالك كسب الأهلي مراتين 6 صفر يعني الأول نتيجة عندنا 30 مايو لأن نشوف الجدول بتاع أكبر النتائج الجدول بعد كده 30 مايو 37 كانت كاس مصر ربع النهائي نادي الأهلي كسب 5 صفر في المبارادي سنة 37 2 يناير 1942 دولة قاهرة المرحلة الخمسة زمالك كسب 6 صفر على الأهلي 2 يونيو 1944 كاس مصر النهائي الزمالك أيضا كسب 6 صفر على الأهلي وأخيرا 16 مايو 2002 طبعا المباراة الشهيرة بتاعة 6 واحد اللي النادي الأهلي كسب فيها الزمالك دي أكبر النتائج الزمالك كسب الأهلي مرتين 6 صفر الأهلي كسب مرة 6 واحد ومرة 5 صفر دي أكبر النتائج ما بين الأهلي والزمالك على مدار التاريخ أرقام غلط الحقيقة أرقام غلط وما ينفعش أن أن تيجي في سنة أو 37 و38 تاخد خمسية للنادي الأهلي وتدجاه الخمسيتين فرج على الأرقام الصحة دي الأرقام الصحة فوز النادي الأهلي 3 خمسات 5 صفر 5 واحد 5 واحد في السوداسيات فوز النادي الأهلي سوداسيتين وأول سوداسية كان في تاريخ لقاءات القمة كانت سوداسية النادي الأهلي موسم 1925 26 فاز النادي 6 صفر والسوداسية التانية الشهيرة طبعا سوداسية خالد بيبو فما ينفعش لما تيجي تتكلم في أرقام تطلع أرقام غلط لأن الأرقام ما بتجذبش ده موضوع مهم جدا ومش كل مرة في نفس الأحصائي نجيب أرقام تطلع بشكل خاطئ نتمنى يكون فيه دقة بعد كده فيما يتعلق بالنادي الأهلي ما كانتش بس دي الأرقام الغلط ده الأرقام كلها كانت غلط في غلط نتسنع قال إيه تاني في نفس الفقرة ونرجع نعقب الأهداف اللي جات بعد الديئة تسعين يعني انت عارف طبعا برضو الديئة تسعين يعني دي بتحمل برضو حاكتين عايز وقت يخدنا عايزين الأهلي وزمالك في حضرات الكامر بعد إذنك بعد الديئة تسعين يا شجز مهيب بتحمل حاكتين نشوف مين أكتر حدد حسب لوقت بضل ضايع مقارنة بالأهلي والزمالك النادي الآلي متين تمانية وسبعين دقيقة وقت بضل ضايع نادي الزمالك 327 دقيقة كونك بتحاسب النادي الأهلي على شخصيته في ان استغل العدد الأقل من الدقايق وسجل عدد أكبر من الأهداف ده شيء غلط وده معيار مش منطقي وعلى فكرة النادي الأهلي ما سجلش تسع أهداف في الوقت بضل ضايع سجل عشر أهداف لأن النادي الأهلي شخصيته وروحه هي اللي بتحسم المباراة دي ودي كانت الحاجة الوحيدة في اللي انت قلته صح شخصية وروح النادي الأهلي بقيت معلوماتك كلها غلط طبعا ده كان حلقة النهاردة من الأهلي خط أحمر رسالة بسيطة للعاب النادي الأهلي التاريخ بيحفظ حقك في مباريات زي دي كذا نهائي خدنا في البطولة 23 لعب سجله أتمنى لاي اللاعب 24 و25 و26 لأن الأهداف دي هي اللي بتظل في الزاكرة وهي اللي بتخليك في مكانة مختلفة جدا عند جماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي بشكل عام نشوفكم يا ربي التلات الجاي والأهلي بطل أفريقيا صرف اشتركوا في القناة